انا الحقيقة حبدأ في مقدمتي قبل ما عود ومعايا الحصري ومعايا حاجات كتيرة جدا باللي انتو شفتوه في المقدمة في الافانتتر زي ما بيسموه او اللي هو ما قبل المقدمة عائلة الاهلي اجمل ما يميز هذا النادي العظيم هو الروح الاسرية هي العائلة هي الروح العائلة اللي الكل شغال بيها في النادي الاهلي النادي الاهلي سبب نجاحه دائما وابدا قد يكون في بعض الاوقات ليس الافضل على المستوى الفني لكنه دائما وابدا الافضل تنظيميا الافضل حضاريا الافضل سلوكيا الافضل احتراما الافضل تقديرا وخصوصا لرموزه النادي الاهلي الحقيقة لما جاء كابتن محمود الخطيب امتداد للكثيرين الذين اسهموا في انتصارات النادي الاهلي امرك ما تلاقي رئيس او مجلس الدارة يقولك احنا اللي عملنا واحنا اللي خلينا بيكونوا فخورين جدا باللي قدموه لكنهم ايضا بيحافظوا عما او على ما قدمه من قبلهم او من سبقهم فمن ساعة الحقيقة مجلس كابتن محمود الخطيب وهو اطلق اللقب الجديد او العنوان الجديد عائلة النادي الاهلي واستمرت هذه العائلة ناس تدخل وناس تخرج وهكذا مفيش مشاكل خالص يخرج عدو يخرج حد يخرج مفيش مشاكل الامور بتسير في الطريق اللي مرسوم اللي دستور النادي الاهلي الغير مكتوب بيمشيه زي ما قلتلك دستور الاحترام دستور المبادئ دستور القيم دستور المحبة دستور العشق لهذا الكيان لما تيجي تقيم هذا المجلس وما قدمه عبر سنوات تقترب من سبع سنوات حتى الان تضرب تعظيم سلام الحفاظ على هوية النادي الاهلي كان امر في غاية الصعوبة حافظوا بل زادوا من قيمة النادي الاهلي القيمة المادية القيمة المعنوية القيمة الانشائية قيمة البطولات عدد البطولات هذا الامر حدث كمان حافظوا على الشكل العام للنادي الاهلي انه دائما وابدا في مقدمة الفرق المصرية لا العربية لا الافريقية لا كمان كتف بكتف معه الكرة العالمية وده ارقام ده مش اكتهاد مني ده النادي الاهلي الحقيقة يعني وإحنا كاهلوية دايما وابدا اللي بيشتغل كويس بنقوله يا مرحبا بنفتح لؤدينا وبنقوله بالاحضان 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 فما حدث من استقرار في المجلس السابق ثم استقرار في المجلس الحالي ثم الصدمة القوية ثم الصدمة القوية برحيل الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ولكن قدر الاهلي انه يتجاوز هذه الصدمة وانه الامور تمشي بسلاسة ويسر دون ان تشعر بأي مشكلة على الاطلاق ولكن جاءت لحظة الحقيقة ان انت عندك انتخابات الحقيقة انا واحد من الناس كنت اتوقع انه احتراما لهذا المجلس وكل ما قدمه عبر هذه السنوات انه الكل يقولك ايه لا خلي الناس دي هم عايزين ايه عايزين يكملوا كده يكملوا كده دون ان تحجر على رأي اي شخص من الجمعية العامية انه يترشح لانه هذا حق اصيل له اتفتح باب الترشح للانتخابات خلفا للراحل الكبير العظيم العامري فاروق لقينا بيان رائع من اسرة السادة العامري فاروق بيشيدوا فيه بمجلس ادارة النادي الاهلي وكمان بيكشفونا عن اسرار وخبايا ما كناش نعرفها وهي ان الكابتن محمود الخطيب زار عائلة سادة العامري فاروق في المنزل وطلب من والده كنوع من انواع التكريم اتفضل حضرتك ادخل في الانتخابات لتحل محل ابنك الغالي الرجل اعتذر لظروف الصحية بل ان السيد خالد العامري فاروق شخيق الراحل عامري فاروق اصدر بيانا رائعا وعاطفيا وكله حب واحترام للنادي الاهلي بيشكر فيه مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وبيقول له احنا معاك الوارد لن يترشح لظروفه المرضية لكن احنا معاك ومختنعين باللي انت بتقدمه واذا كنت اخترت المستشار الجليل محمود فاهمي عشان يصبح نائبا للرئيس فاحنا معاك انا 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 هنا مش مسؤول كنت اتمنى ان هذا الامر يصبح بالتسكية او انه لا احد يتقدم لانه مجلس دارة النادي الاهلي لما لا انه في احد اعضاء الجمعية العمية المحترمين تقدم بالترشح لمنصب نائب الرئيس طبعا اكيد طالما عده في النادي الاهلي بقى محترم لكنه من الممكن انه ما يمشيش في الاطار الجيد بتاع النادي الاهلي فالمستشار محمود فاهمي مشكورا وافق على طلب المجلس برئاسة كابتل محمود الخطيب انه يترشح لمنصب نائب الرئيس اولا تقديرا وتكريما له ثانيا لاستمرار مسيرة رائعة ثالثا لان هذا الرجل هو من وضع لواقع النادي الاهلي وهو حتى الان رغم تقدمه في العمر نعم لكنه بسم الله ما شاء الله ذهن حاضر وما شاء الله شخصية راقية رائعة جميلة ممتازة فبعتقد انه انا اتمنى اتمنى من وجهة نظري انه يحصل عليها بالتسكية ده بتمنى ده امنياتي انا الشخصية ماليش علاقة بالمجلس ولا بالرأي داخل النادي ايه شكله عامل ازاي انا بتمنى ده مفيش انتخابات محسومة محنشقول لك اصلاها محسومة فش اسمها كده يعني لكنه ده كانت امنيتي لكنه كل الاحترام لالسيد الفاضل الذي ترشحها لمنصب نائب الرئيس وكل الاحترام والحب والتقدير والوفاء للمستشار محمود فهمي الذي عبر عن معنى الانتماء الحقيقي من خلال قبوله الترشح على منصب نائب الرئيس ولكنه ظاهرة الجميلة انه كل اعضاء النادي الاهلي صارت خلف المجلس مشت وراء المجلس انه انا عايزين استقرار عايزين هدوء عايزين نجاح عشان تكملوا هذه المسيرة دي كانت مقدمة لابد منها الحقيقة واتمنى انه انا قلت من القلب يصل الى القلب باذن الله ده واحد اتنين النهاردة هفتح ملفات مهمة جدا زي ما قلت لكم من شوية ومش هقول خبر او كلمة غير وانا متأكد منها بنسبة الف المليون المية تاني الف المليون المية لانها كلها قنابل وسواريخ صعبة جدا 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 اذا كنا عايزين نحافظ على شكل الكرة المصرية الدوري بادي ساخن جدا واحد وعشرين هدف في الاسبوع الاول من الدوري العام منهم سبعة في مباراة الاهلي وسيراميكا ومنهم خمسة في مباراة الزمالك والبنك الاهلي لكن الدوري بادي في منتهى السخونة فالنهارده استعدوا معايا للعديد من المهم